الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد يسأل أحد والإخوة يقول وأنا في الصلاة أشعر أني محصور في البول هل الصلاة صحيحة؟ وهل بعد إنهاء الصلاة يجب علي الوضوء؟ فنحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصلاة وكان يعظم من شأنها وكان يعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حتى يؤدوا الصلاة على خير وجه فالمشغول بالبول أو بالغائط في الصلاة قد لا يؤديها على الكمال وقد يشغل بهذين الأخبثين البول والغائط فلا يؤديها كما ينبغي فإذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش على الخشوع في الصلاة سواء إنسان محصور في بول أو غائط أو إنسان جائع وقد حضر الطعام فإن الصلاة تؤخر في هذا المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وفي رواية لا يصلي هكذا على الإخبار لا يصلي أي لا ينبغي للمسلم أن يصلي بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة أم المؤمنة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان والأخبثان البول والغائط فإذا كان يدافعانه فيشقان عليه فإنه لا يصلي أما إن كان التأثير بهما قليلا يعني ضعيفا لا يشوش على الخشوع في الصلاة فإنه يصلي ثم يخرج من صلاته بعد أن ينصرف الإمام كان في جماعة أو إذا انصرف هو إن كان يصلي منفردا وليس عليه شيء بعد ذلك إذا كان تأثير الأخبثين قليلا ويستطيع أن يتحمله فلا يخرج من الصلاة بل يتم صلاته حتى ينصرف وليس عليه شيء بعد ذلك ليس عليه أن يتوضأ بعد ذلك إذا كانت المسألة خفيفة